خمس أفراد شرطة ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم في البحيرة أسماء ضحايا حادث التصادم سيارة شرطة بسيارة نقل مقتورة على طريق الصحراوي بالبحيرة واللي أصفر عن مصرع وإصابة خمس أفراد من الشرطة هم فارس ديف سالم عشرين سنة من أبو المطامير محمد سلطان محمد عشرين سنة اليوبية وأيضا هادي عبد الكريم يوسف 43 سنة إيتي البرود وأحمد السيد عبد الفتاح 26 سنة ضمنهور ومصرع أحمد جمال حسني زايد 20 سنة مقيم في الباجور المنوفية ده اللي توفى في الحادث والأربعة الآخرين مصابين تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة اختار ببلاغ من شرطة النجدة بوقوحة استصادم على طريق الصحراوي بنطاق مركز ودي النترون انتقلت قوى أمنية وسائلت إسعاد في المكان البلاغ وتباين مصرع فرد أمن وإصابة أربعة آخرين بإصابات وكدمات متفرقة في الجسم وأيضا تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقع وحرر محضر بالوقع وكشف ملابسات الحادث ترجمة نانسي قنقر